فيلم مواطن مصري كان نقداً حاداً لعصر السادات ولم يكن ذلك النقد هو النقد الوحيد الذي يوجهه صلاح أبو سيف للرئيس السادات كانت علاقة طيبة كانت علاقة طيبة وكان مختلف معاه في السياساته وتوجهاته ناحية الأمريكان بطبيعة الحال لأن صلاح أبو سيف كان اشتراكي بحكم نشئته وبحكم تفكيره بحكم ظروف البلد فجأة لقى البلد بتتحول من الاشتراكية إلى الرأسمالية فتنبأ أن ده هيعمل هزة في الوداع وده اللي حصل فينا البلد اترجى اترجى مش طبيعية أخر موقع أنا ابتليت لما أنا اتجهت أخرج للمسرح بعد كده كنت بخرج مسرحية اسمها شارع محمد علي ونقاط تلمان التمثيلية هاجت وماجت وقالوا مخرجين السينما ما اتجهوش إطلاقاً للإخراج المسرحي وأنا صممت وكان عناد شديد جداً بيني وبين نقاط تلمان ووقف معايا اتحاد النقابات الفرنية أمية الأستاذ سعد الدين واهبة ونقيب السينمايين الأستاذ مامدوح الليسي فقابلت الأستاذ سلاحب السيف في مطار في باريس وكان راجع نفس الطيارة اللي راجع عليها قال لي ايه الكلام الفارجة اللي بيحصل لده الفنون فيها تزاوجه لو مخرجين مصر حازين يجو يخرجوا للسينما أهلاً وسهلاً كان بيوجهني باستمرار وقال لي دي خطوة قال لي الإنتاجك أنا جيت فترة كنت أخرجت أربع فلان في موسم واحد فكلمني قال لي دا كتير جداً ولازم تقلل العدد دا عشان تاخد وقتك أكتر في التحضير أول كان بيتردد على معاعة السينما باستمرار عشان يقوم بدوره في تخريج الأجياد الجديدة الهمة لكن أنا مافتكرش أنه اعتذر لأنه كان عاشق للسينما وأنا فاكر في مهرجان تكريم كبير جداً دي وبيقولوله السينما بالنسبة لك بتمثل قال كلمة واحدة قال حبيبتي فارتباطه الشديد جداً دا ما كانش حيسمح بيه أبداً أنه يعتزل أو يترك أحب الأشياء إلى قلبه أنا أفتكر المرض وتردده على المستشفى في آخر أيامه هو اللي خلاها يبتعد عن الإخراج في الفترة دي آخر موقف كان لما بيقدم لي مأمد أبو سيف المخرج الواعد الجديد ما بقاش بالوقتي واعد لأنه بقى محنك وبيشتغل له كرمته وله كبرياءه وقيمة لأنه ما بينزلش ولا بيتسول ولا بيستنى ولا بيشهد فيلم كتبت مرة في باب سماعي قلت لا زال عند صلاح أبو سيف الكثير ليقوله لنا فهو بعث لي ورقة مع صديق من الوسط الفني قال لي صحيح لدي الكثير لأقدمه ولكن ليس لدي العمر لأنفزه دا آخر مرة سبحان الله ولم تمضي شهور إلا وأنا عرفت أنه صلاح أبو سيف في زمة الله